المسيح كولوس واحد يقول عندما كان على الأرض سر أن يحل فيه كل الملء لكن كولوس اتنين يقول لنا سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدية بعدما صعد إلى السماء مستمر إلى الآن كابن الإنسان في الإشارات التي ترتبط بخلق المسيح في المستقبل وبرهنة أنه أيضا هو الله الظهر في الجسد اسمح لي أروح مثلا لرؤية 21 في سفر الرؤية الصح 21 كلمات في منتهى الصراحة والوضوح فيما يتعلق بقصة السماوات الجديدة السماء الجديدة والأرض الجديدة ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة وهو يتكلم عن الجديد فأنه يتكلم عن خلق جديد لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضطا والبحر لا يوجد فيما بعد وكويس أن ننقوه عن شيء أسيس نزار أنه الخلق يتضمن نوعين ممكن خلق من العدم زي ما أشرنا في تكوين واحد أو خلق من مادة لمادة أخرى كما تحول الماء إلى خمر الحقيقة السماء والأرض القائمة الآن سوف تنحل بيوم الرب بحسب بطرس الثانية صح ثلاثة وكل العناصر محترقة تزوب التركيب الزري للكون سوف ينحل لكن من هذه المادة الأساسية سوف يفعل الرب ويصنع الرب سماء جديدة وأرضا جديدة يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد لما الروح لعدد خمسة يقول وقال الجالس على العرش هأنا أصنع كل شيء جديدا من هو الجالس على العرش سفر الرؤى يقدم لنا العرش والجالس على العرش الجالس على العرش هو المسيح الجالس في عرش الله هو الخروف المذبوحة الذي في وسط عرش الله إذن يتكلم عن من هو الجالس على العرش هو المسيح فالمسيح بحسب يحن رؤية 21 سوف يصنع كل شيء جديدا وله السماء الجديدة والأرض الجديدة